موسيقى بخصوص الجدل الذي أثير أخيرا بإدراج الدارجة بالمقرارات المدرسية أظن أن هذا خطأ فاذح لأن الأمور لا تكون بهذه الطريقة فلغة المدرسة هي لغة المدرسة واللغة المعيارية واللغة الرسمية لأن اللغة الدارجة هي اللغة الأم للمغاربة بشكل خاص لأن هناك لغتين أم هي اللغة الأمازيغية واللغة الدارجة ولكن اللغة الدارجة أصبحت بالضرورة تقريبا هي اللغة الأم لجل المغاربة إذن اللغة الأم لا ترقى حاليا في الوضعية التي هي عليها الآن اللغة الدارجة في الوضعية التي عليها هي الآن لا ترقى لتكون لغة المدرسة وإدراج كلمات في المقررات المدرسية خطأ لأن تعليل هذا الإدراج بأنها عنصر أمور ثقافية لا يبرر إدراجها بل هذه الثقافة المغربة كلهم مطلعون على هذه الثقافة والمدرسة تبقى المكان الذي يتعلم فيه الطفل اللغة المعيارية اللغة الرسمية ولغة العلم والمعرفة إذن اللغة الدارجة حاليا كما هي حاليا لا ترقى لتكون لغة المدرسة ولغة التعليم أظن أن الجدل الآن حول إدراج الدارجة في المدرسة أو المنظومة التعليمية هو كما يطالب بذلك نوردين عيوش إذن هو ليس مبني على أي بحث علمي أكاديمي ليبرر ذلك حقيقة أن اللغة الأم هي اللغة الأولى التي يكتشف من خلالها الطفل العالم وإدراجها في المدرسة حاليا كما هي ليست لا ترقى اللغة الدارجة كما هي لا ترقى لتصبح لغة المدرسة لأن اللغة الدارجة هي كما نعرف لها لهجات مختلفة وحتى الكلمات التي أدرجت في الكتاب المدرسي هي تمثل جهات معينة فكلمة بغرير التي أدرجت مثلا هي في منطقة أخرى المنطقة مثلا الشرقية وما يسمونه بخرينغو إذن نحن يطالبون بإدراج كلمات لجهات معينة وأظن أن الحوار أو ما يطالب به عيوش لا أساس له علميا وأكاديميا وحتى إن كنا نريد أن ندرج اللغة الأم يجب أن نشتغل عليها يجب معيرتها ويجب أن نجد لغة موحدة لجميع المغاربة لغة دارجة موحدة ممعيرة كما هو الحل بالنسبة للغة الأمازيغية ويجب أن تمر من منظومة دستورية ويجب الاعتراف بها رسميا لا يمكن بين عاشية وضحاها أن نقرر وأن ندخل اللغة الدارجة في المقرارات المدرسية وكانت هناك الشهادة على المواقع الاجتماعية لأم هي تكلمت بكل صراحة وكانت الحجج والأدلة التي أعطتها هي واقعية ومقنعة لأنها قالت نحن نرسل أبنائنا للمدرسة ليتعلموا العلم ويتعلموا أشياء لم يتعلموها في البيت كل هذه الكلمات التي أدرجت في الكتاب المدرسي أبناؤنا يعرفونها أظن أن الخطأ هو أن يهتم أناس لا علم لهم ولا معرفة لهم بالمنظومة التربوية المغربية لأن جل المتكلمين والمتحدثين والمنظرون للتربية والتعليم في كثير من الأحيان يكونون خريجي منظومات تربوية أخرى إما المدرسة الفرنسية أو المدرسة الأمريكية أو المدرسات الأخرى درسوا في الخارج ولا يعرفون المدرسة المغربية حق المعرفة إذن يجب إشراك الباحثين الذين لهم دراية بالمنظومة التربوية المغربية والذين يشتغلون على الموضوع يشتغلون على الموضوع لأن هذه إدخال المدرسة أو إقحام للدارجة في القسم هو موضوع اهتممت به شخصيا منذ سنة 2000 وأنشست أبحاث حول الموضوع وكانت عندي مجموعات من الطلبة قاموا بأبحاث حول الموضوع في المستوى الابتدائي المستوى الإعدادي ثم في الجامعة فمنذ سنة 2008 وصلت إلى نتائج أن الدارجة المغربية وإن كانت ليست معترف بها في الدستور كلغة التدريس واللغة الأصلية للتدريسية اللغة الفصحة فجل الأساتذة يستعينون بالدارجة في القسم وحتى في الجامعة وفي شعبة اللغة العربية يلجأ كثير من الأساتذة إلى استعمال اللغة الدارجة في التدريس شيء أساسي أريد أن أؤكد عليه هو أنه لا يجب الخلط بين اللغات فنحن إذا أخذنا الإطار المغربي هناك لغات متعددة ولكل لغة ميدانها ميدان اللغة الدارجة هو الحياة اليومية والدارجة كما قلت سابقا لا ترقى في وضعيتها الحالية لتصبح لغة المدرسة اللغة العربية الفصحة هي اللغة لغة التعليم ولغة الإدارة ولغة الرسميات إذن لا يمكن أن نخلط بين الدارجة واللغة العربية هذا لا يعني يمكن للعربية الفصحة أن تقترض مفردات ضرورية إن كانت غير موجودة في اللغة العربية الفصحة ولكن الاقتراض لا يكون بالطريقة العشوائية التي قام بها المسؤول في المناهج المدرسية أو في الكتب المدرسية الكلمة لما نقترضها تكون لها بعد ثقافي ولكن تكون الكلمة قد مرت من ميدان كما كتب الأستاذ محمد بن نيس مقالة مهمة جدا للمدرسة العربية الحديثة يكون قد استعملها المفكرون أو شيئا ما وتكون الكلمة قد اكتسبت شيئا ما من الليجيتيميتي وعندها حمولة ثقافية مهمة إذن الخلط كما تم في الكتاب المدرسي غير مقبول وغير مرفوض ولا جدوى منه نحن تعلمنا اللغة العربية بمفردها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ويجب أن يتقنها أبناء المغرب ويتعلموا بها حتى قد يفكر في المستقبل أن تستعمل الدارجة ولكن يجب الاشتغال عليها الأمر لازل بعيدا أن تصبح الدارجة لغة المدرسة